المزيد عن الحديث عن ظاهرة التنمر يسلوني أن أرحب بسيد موسى المطارين الاستشاري النفسي والتربوي معنا مباشرة من عمان أهلا بك سيد موسى بداية ما أكثر كاستشاري نفسي ما أكثر ما يثير قلقكم من تنامي تظاهرة التنمر خاصة في الدول العربية أولا موسى الخير وموسى أهلا بكم ظهر التنمر أولا هو الاستقواء والاستقواء حالي عندما تتم في ظروف معينة وخاصة بين الطلبة لها آثار سلبية كبيرة على شخصية الطالب وعلى المجتمع بشكل عام ولا نتائج خطيرة على المجتمع ولابد من انتباه إليها في مواقعها في أماكنها تناميها يعود للحال العام للعنف لأن التنمر شكل من أشكال العنف وبالتالي لابد من العمل على الحد منها من خلال البرامج محددة تربوية تتم داخل المدرسة هذا كان السؤال طلبت الحد منها من أماكنها هل نستطيع القول أن المدرسة هي أكثر الأماكن التي يتعرض لها الطلاب لهذه الظاهرة أو أن هناك أماكن أخرى مثل ربما الشارع أو أماكن أخرى التنمر له أشكال مختلفة منه التنمر الإلكتروني منه التنمر بالمدرسة منه التنمر الاقتصادي منه التنمر إذا أكبر أن نريد أن نعمم المصطلح لكن هو أكثر منطقة خطيرة في المدرسة لأنها لتعود جيل ويكون فيها الطفل في مرحلة نمائية وبالتالي إذا تعرض للتنمر يعني أنه هو فقد الكثير من قدراته الشخصية التنمر حالي خطيرة لأنها تتم بالخفاء المتنمر والمتنمر عليه طبعا هم ضحايا في المجتمع لأن المتنمر نشأ في بيئة أوسرية غير سوية وأسقطها بشكل أو بآخر على شخص آخر أضعف منه والضعيف والمتنمر عليه هو إنسان يستجدي الحماية من المتنمر وبالتالي يخفي أي شيء يقع عليه من المتنمر مهما كانوا حذي لساء ولذلك لابد من أن يكون هناك مراقبة دقيقة ومراحظة دقيقة داخل المدرسة لأن المتنمر عليه لا يشكو لا يمكن أن يشكو على المتنمر وبالتالي لابد من أن يكون هناك حالي من الملاحظة حالي من العمل في المدرسة تجاه هذه الظاهرة يعني يمكن مراقبة بعض الحالات كما ذكرت في المدرسة ولكن هناك حالات أخرى لا يمكن مراقبتها مثلا وسائل التواصل الاجتماعي هل برأيك ساهمت السوشيال ميديا في نمو هذه الظاهرة؟ نعم لأن التنمر الإلكتروني أخطر بكثير من التنمر في المدرسة والمتنمر الحقيقي على الواقع لأن التنمر الإلكتروني يختف المتنمر وراء أسماء وهمية وصفحات وهمية ويطار الضحايا من مكان إلى آخر وبالتالي يحدث حالي من الإشكالية الكبيرة التي يدهب ضحاياها إلى ظروف نفسية خطيرة ممكن أن تؤدي به إلى الانتحار لذلك لا بد من العمل على أن يكون في الأسرة هنا يقع دور الأسرة في مواجهة التنمر على الأسرة أن تتابع أطفالها أن تدرك خطورة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي دون رقابة ولذلك أنا شخصيا دائما بنصح بأنه دون السادسة لا يجوز أن يملك جهاز إلكتروني وبعد ذلك يجب أن يكون تحت الرقابة العسرية أرجو أن تبقى معنا سيدي سنستعرض معكم مشاهدين بعد ما أتت تعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كنا ترحنا السؤال حول التنمر ورأيكم أهم الأسباب والانتشار نبدأ مع أول تعليق لأدمي سامير تقول بحكم السن للأطفال الذي يحتاج إلى رعاية خاصة وأسلوب ذكي يعرف كيف يتعامل مع عقلية التلميذ في هذه المرحلة وكل مرحلة من العمر وهذا بحسب أدمي سامير ننتقل إلى تعليق آخر ودائما عن ظاهرة التنمر إيفا شينو يقول قلة إرشاد وتوجيه الأولياء لأولادهم وتنبيههم لمدى أهمية الدراسة في حياتهم وعدم ملاحظاتهم للمستجدات التي تظهر في سلوكهم دائما حسب إيفا شينو والتعليق الآخر كان لأسريم ثالويت تقول لأن الطفل دخل عالم الهواتف والتبلات وأصبح يعيش في عالم افتراضي بعيدا عن الواقع إذن مشاهدين كانت هذه أبرز تعليقاتكم سيد مطارنا برأيك ما هي أبرز الحلول؟ تحديدا في الأردن يقول ناشطون أنه لا يكاد يمر أسبوع حتى يصدم الشارع الأردني بمقطع مصور لاعتداءات لفظية أو جسدية تحدث بين طلبة المدارس واليوم نسمع هناك أغنية منتشرة تكافح ظاهرة التنمر برأيك هل تنجح أغنية فقط في مكافحة هذه الظاهرة؟ يريد العلاج شعر والأغاني القضية تحتاج إلى مراجعة كاملة للجوانب التربوية في الأسرة وبالمدرسة والانظام الأسري والتربوي ويجب أن نميز بين العنف وبين التنمر العنف شيء والتنمر شيء آخر التنمر هو الخطير والعنف أحيانا يكون نتاج مراحل نمائية بين الأطفال يجب أن نميز بين السلوكين لكن التنمر خطورته في أنه مختفي خطورته في أنه ما بظهر على الضحية وبالتالي الضحية يصل به الأمر إلى الانطواء ويصل به الأمر إلى الاكتئاب ويصل به الأمر إلى الانتحار أحيانا لذلك وجوده في الشارع ووجوده في المدرسة ووجوده في البيت من خلال التنمر الإلكتروني يحتاج منه جميعا إلى استراتيجيات وليه برامج خاصة في المعالجة المدرسة يجب أن يتوفر هناك برامج معالجة وعلى المرشدين في المدارس أن يراقبوا الأطفال حتى يدركوا أو يستطيعوا أن يصلوا إلى المتنمر والمتنمر عليه ووضع برامج وقائية وبرامج علاجية لهذه الغاية يسرني أن أرحب بضيفنا من مدينة أوستن في ولاية تكساس جي سي بول وهو مؤسس تين تروث أهلا بك سيد جي سي بداية أود أن أقول لك مبروك لأن أوستن هي من أفضل مدن الأمريكية للعيش هل هذا يعني أن التنمر ظاهرة خفيفة ربما نوعا ما في مدينة أوستن الأمريكية المزيد من الناس يأتون إلى المدينة كل يوم نحن نحاول أن نجعل أوستن مدينة هادئة بدون مشاكل نحن نحب بعضنا البعض هنا إن شاء الله دائما تبقى هكذا لكن هناك تنمر في كل مكان هذا شيء على البالغين وعلى الناس من كل الأعمار أن يتعاملوا معه بالفعل هذه ظاهرة متواجدة عالميا يعني في دراسة أجرتها اليونيسيف في وقت سابق تقول بأن التنمر بين أطفال مدارس بشكل عام وجد أو وجد أن هناك عدد مرتفع جدا من الأطفال يتعرضون ربما للعنف اللفظي وأحيانا الجسدي والتنمر غالبا ما يكون بين صفوف طلاب المدارس والذين يتعرضون للعنف اللفظي تجاوزت نسبتهم 40% يعني هذا رقم كبير وخطير ما هو تعليقك؟ هذا صحيح هذا محزن هناك الكثير من الطلاب يواجهون مشاكل مختلفة في المدرسة والبيت وفي الشارع وأنا سفرت في أنحاء البلاد وفي الولاية في آخر 12 عاما وأقول لك أن رقم 40% ربما خاطئ ربما 80 إلى 90% من الطلاب عانوا من أو تعاملوا مع هذه المشكلة هناك عدم توازن في السلطة والقوة أحيانا هناك تآلف للطلاب ضد أحد الأطفال أو أحد الطلاب خاصة إذا كان أصغر سنا منهم هناك قصص محزنة ولكن بالنسبة للمراهقين مهم أن نساعدهم على العثور على طريقة للتعامل مع الاختلاف والتغلب على الاختلاف إذا لم يجد الطلاب صوتهم وإذا لم يجدوا طريقة لحل المشاكل فإننا نستطيع أن نوعيهم وأن نجعلهم يتغلبوا على مشاكلهم هذه المشكلة موجودة مشكلة التنمر موجودة منذ بداية الزمن منذ بداية وجودنا كبشر قمنا دائما بالتنافس على الموارد وكان هناك صراع قوة يعني أنا كنت أتحدث عن رقم نعم كنت أتحدث عن رقم 40% وكنت نوعا ما مصدوم ولكن الآن الصدمة الأكبر عندما قلت لنا أنه ممكن أن تبلغ النسبة 80% كيف برأيك جايسي يمكن أن يؤثر التنمر على أداء الطالب بشكل عام في المدرسة يعني على أدائه العلمي حتى ربما يعني هل ربما يفقد الرغبة في الذهاب إلى المدرسة بسبب التنمر هذه قضية كبيرة نحن نريد من الطلاب أن يتعلموا في المدارس وأن يجتازوا الاختبارات ولكن نعرف كبشر أننا إذا كنا نعيش في حالة من الخوف أو القلق أو الاكتئاب فإن أداءنا سوف يتأثر سيؤثر على نظراتنا إلى أنفسنا وعلى تجربتنا في المدرسة وعلى أدائنا الأكاديمي أيضا سيد أنا سفرت من مدرسة إلى أخرى ورأيت هذا ينعكس على الطلاب وطلاب قالوا لي أنهم عندما يشعرون بالاكتئاب لا يتمتعوا بالوقت في المدرسة لا يريدون أن يكونوا هناك هذه قضية كبيرة من نسبة الكثير من الطلاب دعني أنتقل إلى ضيفنا في عمان سيد موسى كيف تصف دور مبادرات المجتمع المدني في مكافحة التنمر؟ يعني أولا المجتمع المدني مهم جدا ودوره مهم كثير لأنه بمثل شريحة كبيرة من المجتمع وعلى تواصل مع الشريحة الأكبر من الناس لكنه في الواقع الأصل أنه أولا يعني أنا لاحظت من الحديث بأنه هناك في خلق بين العنف والتنمر يجب أن نفصل بين العنف والتنمر حتى نكونها واقعية ويجب أن نفصل بين سلوك المرحلة النمائية الطبيعية وبين السلوك العدواني الواقع أنه هناك في خلط ونفسر أي خلاف أو أي حالة نعم شكرا لك وصلت الفكرة انتهى الوقت للأسف سيد موسى المطارينا الاستشاري التربو والنفسوي من عمان كنت معنا وأيضا من مدينة أسن في ولاية تكساس جايسي بو